قلتة القدية إحدى أبرز المعالم السياحية في بلدية القدية التابعة لولاية تقانت ينتظر الساكنة هنا موسم الأمطار بفارغ الصبر ففيه يسيد منسوب مياه البحيرة الطبيعية فتتزين المنطقة بهذا المنظر الخلاب وهي بالحقيقة معلم سياحي وأهري ومنظر جميل جداً به اللي يخلط بين الكدية والتراب وعلى حافتها نخيل نحن منظر جميل جداً ومنظر سياحي وهلا كامل يعرفوها يشتاقوا لها يوم سيلها يعتبر يوم فرح ويوم ابتهاج والناس كاملة تنتقل تسالت معناها تنتقل الناس كاملة شارها تتنزه وتفرح وبالإضافة لها صرت نمو كبير جداً قديماً كانت هي المنهة الوحيدة شاربة من الناس شاربونه البشر وشاربونه الحيوانات يسقي الناس مواشيهم وأنعامهم من مياه القلتة فعليها تجتمع سائمة الدواب تنهل من مياهها التي لا تنضب طيلة السنة وفي مختلف الفصول بل إن الساكنة كانوا يشربون من مياه القلتة قبل الآبار الارتوازية التي تعتمد عليها المدينة في الشرب هذه الأيام الحقيقة هذه الحيوانات السائبة هذه الحيوانات ترانزيتة التي تأخذها هذا البدو الذي يأخذها طوال فترات السنة الفترات من السنة هذه الفترات التي يأمن هنا إلى دقريباً شهر 11 وعاقبوا الناس كاملة تأخذها تشربوه كانت الناس تشربوه كانت القرية يشربوه كانت الناس الروحة للجي كانوا يجو معاولين للأعليا هي يشربوا من هلمه لا يمكن للصغار أن يفوتوا فرصة كهذه فهم يستعرضون مهاراتهم في السباحة ويقفزون من المرتفعات المحيطة بالقلتة في جو تملأه السعادة باللحظة ويدعو ساكنة المنطقة الجهات المعنية إلى خلق مشاريع تنموية والسياحية تستثمر جوانب القوة بالقلتة التي تعتبر من المناطق الحيوية في موريتانيا لقناة المرابطون محمد اسمو الخارد من بلدية القدية بولاية تقانت